القابون أو بصفة أخرى عملاق النفط الأفريقي تقع في غرب وسط أفريقيا وتعد الأعلى في مؤشر التنمية البشرية في أفريقيا كما أنها غنية بالموارد الطبيعية خاصة النفط وتملك 16 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي القابون حكمها ثلاثة رؤساء فقط منذ 1961 آخرهم علي بونغو الممتد حكمه 14 عاما بونغو انتخب رئيسا أمس وانقلب عليه العسكريون اليوم ولكن محاولة الانقلاب العسكري على بونغو ليست الأولى في 2019 أعلنت حكومة القابون فشل محاولة انقلاب أما انقلاب هذا العام حال نجاحه سيكون الثامنة في غرب ووسط أفريقيا خلال أربع سنوات فقط بعد أن سبقته انقلابات مالي وغينيا وبركينفاسو بالإضافة إلى تشاد والنيجر ترجمة نانسي قنقر